موسيقى موسيقى بعد مطالبات عديدة من حملة الشهادات العليا والأولية في وزارتي الداخلية والدفاع بتحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني بشرت وزارة الدفاع بأوامر التحويل في حين اتخذت الداخلية بعض الإجراءات للشروع بتحويل موظفها وزير الداخلية عثمان الغانمي أعلن في بيان إنجاز وزارة المالية لملف تحويل حملة شهادات البكالوريوس في أعلى من الملاك العسكري إلى المدني الوزارة طرحت في وقت سابق عبر موقعها الرسمي استمارة الكترونية للراغبين بالتحول من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من منتسبيها وحددت فيها الضوابط والإجراءات المتعلقة بالتقديم ومدة التقديم أما عن الأعداد وحسب بيان لوزارة الداخلية نقلته عنها وكالة الأنباء العراقية أكدت فيه أن أعداد المشمولين بالتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني من حملت شهادة البكالوريوس صعودا يبلغ 17.875 منتسب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق بدر الزياد أكد أن أولوية التحويل ستكون للذين يحملون الشهادة قبل دخولهم ضمن الأجهزة الأمنية وعملية التحويل ستتم عبر وجبات كمن الأعداد التي قدمت أعداد كبيرة للحديث أكثر ينظم لنا من بغداد سيد إيهاب البيضاني عسكري من حملة الشهادات أهلا بك معنا سيد إيهاب ومساك الله أبو الخير وكل عام أنت بخير شنو هي أهم مطالبكم وشلون تمت الاستجابة إلها من قبل وزارة الدفاع السلام عليكم أولا أستاذ وشكرا على الاستضافة أولا وزارة الدفاع بداية الموضوع كانت وعدتنا سابقا أن نتحولنا جميعا بما فيهم المؤشرين والغير المؤشرين أطلقت أول أمر وزاري الذي يخص لمجموعة طبية المهندسين اللي أعمارهم فوق الخمسة واربعين حاولتهم بأول ملحق وبعدين صدرت ملحق باء اللي هو يخص الوحدات الفعالة القتالية وهم طلقت لهم الأمر الوزاري البالغ عددهم تقريبا 1600 فبقى الملحق جيم الملحق جيم يضم وحدات المقر العام الوحدات القتالية بس جميعهم غير مؤشرين يعني عذرني بس أريد أفهم النقطة يعني شنو المؤشرين ووضح للمشاهدين شنو المؤشرين وشنو المؤشرين المؤشرين يقصد به المنتسب بعد ما يأخذ شهادة البكالوريوس لازم يرفعها عن طريق وحتة وتعرف هذه الإجراءات الروتينية صحة الصدور وصحة الصدور مرات تأخذ أكثر من سنة تقريبا بين وزارة الدفوع والجامعة لحد ما تحصل الموافقة يعني إجراءات روتينية معقدة نظامنا الإدارة شوية صعب فتعرفوا بهذه الفترة بينما يجبون صحة الصدور وورا ما تكمل صحة الصدور أو إجراء روتيني آخر مثلا التوصيف الوظيفي طابق الشهادة ماتة أو لا يعني تعرف فملخص يعني أحكي لك يا أستاذ يعني ملخص الكلام القانون الذي أقرب مجلس النواب والذي صادقته المحكمة الاتحادية ما بي مؤشر أو غير مؤشر بنظام الموارد ما الوزارة نفسها يعني القانون أصلا غير مجزئ يشمل الجميع شكو شخص حامل على شهادة البكالوريوس من حقه يعني حقه القانوني أن يتحول بس يعني بوزارة الدفوع يعني بالبداية جزئوه على ثلاث فئات الفئة الأخيرة الغير مؤشر هذا الملحق جيم أنا لدي أعرف هذا الملحق جيم هل الوزارة قلت لكم راح يبدون بي لو ما إلى درجات وظيفية شلون يتعاملوني معاكم على أساسه بالنسبة للدرجات الوظيفية وزارة المالية ورئاسة الوزراء عوضت وزارة الدفاع عن عددنا تقريبا البالغ تقريبا 6700 وكسور فعوضتنا عوضت وزارة الدفاع على الأعداد اللي راح تحول نفسهم لأن قالوا قدرة قتالية ما عندنا وراح تروح هذه القدرة من عندنا وتتحول إلى الملاك المدني فيعني من الملاك المدني العفو الملاك العسكري من يتحول إلى المدني تقلل قدرة قتالية فوزارة رئاسة الوزراء ووزارة المالية عوضتهم بالدرجات الوظيفية والدليل وزارة الدفاع صرحت يعني واحد واحد يمكن ما أدري عشرة واحد راح يفتحون تعيينات على وزارة الدفاع على ضوء الدرجات الوظيفية اللي تم تعويضها والشغلة الأخرى يعني وزارة الدفاع لما خصتنا قالت تكون ملحق أخير لأنها تعرف إحنا ثلاثة وجبات فإحنا اتفاجئنا بموقع وزارة الدفاع الرسمي اللي هو على الفيسبوك يعني نشروا الملحق باء وكتبوا بصريح العبارة مع الملحق الأخير يعني الوجبة الأخيرة وتعتبر الوجبة الأخيرة إحنا تفاجئنا صراحة تفاجأتوا على اعتبار أنه وجبة ثالثة المفروض يصلكم السرعة صحيح 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 وتعرف إحنا إحنا مو مجرد تحويل من ملاك عسكري إلى ملاك مدني إحنا نعاهد يعني السيد رئيس أركان وزير الدفاع حتى لو تحولنا مدنيين راح نبقى إشوكت ما يطلب الأمر أن نقاتل أن نقاتل إشوكت ما يطلب الأمر أن نرتدي البدلة العسكري أن نرتديها عبارة عن موضوع طموح لماذا يفرق بالضبط أنا أريد أن أصل إلى هذه النقطة أول شيء أريد أن أعرف تخصصاتكم عذرني للمقاطعة إيهاب أول شيء أريد أن أعرف التخصصات تخصص حضرتك وتخصص اللي وياك وليش يفرق وليش يفرق وياكم أن تكونون مدنيين ومعسكريين تفضل طبعا يعني تعرف إحنا أحتي لك عن نفسي أنا الرجال مهندس حاسبات بكالوريس هندس حاسبات تعرف لما الواحد يتحول مدني يعني أولا كتقدير كمثلا كمساميات يعني هؤلاء أمور بالعسكر تعرف العسكري الضابط أي القائد أي المدير كلهم تتعامل وياه كعسكري عسكر تعرف العسكر قانون جاف بس من تتحول مدني شوية أكمرونا بالموضوع فقط يعني لا أكثر ولا أقل يعني الموظفين العسكريين نفس الدوام نفس يعني نفس ما يقومون بالعسكر لكن تعرف العسكر دائما يبقى عسكري وباب الطموح الذي ذكرته أيضا موضوع الطموح والموضوع هو طموح يعني هو مو مجرد نزع البدلة العسكرية وارتداء البدلة المدنية لا الموضوع هو موضوع طموح يعني الإنسان يعني أنا أختي لك عن نفسي أنا أقاتل على هذا الموضوع صال لي أربع سنين يعني مثلا أقدر أقدم على دراسات أقدر هواي أمور أسوي يعني أقدر هواي يعني سأقل لك يعني حتى نظام الإجازات بالنسبة للموظفين يختلف عن العسكري بالنسبة للإنذارات بالنسبة هواي أمور تعرف نحن جيش يعني أقل حال الطوارئ لا ينشمل الموظف المدني ينشمل العسكري و يعني أنا بالنسبة لي خدمتي 15 سنة يعني إذا يطلعون منها خدمة العالم يعني خدمتي مكافية وموفية طيب طيب يهاب أريد أسأل وزارة الدفاع وزارة الدفاع إشقلت لكم نعم شونت عاملتوا ياكم الوزارة هسا أكون لكم مكان آخر تصريحة شنو إيه فضل وزارة الدفاع آخر شي آخر شي يعني حسب ما أسمعناه يعني هو مجرد إشاعة نظرة أخيرة بالغير مؤشرين فما أعرف يعني هذا الشي صحيح أم غير صحيح بس ما أكو شي رسمي على مستوى الوزارة ما أكو شي رسمي مجرد يعني إشاعة يعني بين تعرف أكو قروبات أكو تجمعات يطيش هذه الإشاعة زين عددكم الباقين اللي ما نشملوا أو اللي ما زالوا يقاتلون حتى يحصلون هذا التحويل ماذا قد عددهم إذا عندك معلومة نحن المنشمن تقريبا نص العدد نص العدد الكلي يعني تقريبا نص العدد الكلي يعني تقريبا 3000 غير مؤشرين أغلبكم ببغداد لو يعني أغلبكم بس بالوزارة لو أيضا موجودين في بقية لا لا محافظات لا لا موجودين 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 بكل الوحدات الفعالة والغير فعالة يعني ووحدات المقر العام يعني بكل الوحدات موجودين طيب كلمة توجهوها الوزارة الدفاع يعني الصراحة أكو ناس تعرف وحداتهم بعيدة أوجه كلمة الوزارة الدفاع يعني إحنا إحنا ما عدنا غيركم يعني وأنتم مرجعنا ونتمنى من حضراتكم يعني تنظرون نظرة أبوية أو أخوية لأبناءكم الخريجين الغير مؤشرين واتمنى تنصفوهم مثل ما أنصفتهم وزارة الداخلية نعم إيهاب البيضاني العسكري من حملة الشهادات كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك شكرا إيهاب بعد الفاصل نرحب ضيوفنا الكرام والحديث مستمر حول تحويل حملة الشهادات العليا من الملاك العسكري إلى المدني ضمن وزارتي الداخلية والدفاع خليكم يعني أهلا بكم متابع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي وكل عام وأنتم بخير شرعت وزارتها الدفاع والداخلية بتحويل ملاك موظفيها من العسكريين إلى مدنيين ويأتي القرار استجابة لمطالبة حملة الشهادات العليا المنسبين إلى الوزارات الأمنية تتوقع اللجنة المكلفة بتحويل ملاكات المنتسبين أن يصل العدد الإجمالي للمستفيدين من القرار إلى أكثر من 15 ألف منتسب يعملون في وزارات وأجهزة أمنية من عسكري إلى مدني بدأ العمل فعليا على تحويل ملاك منتسب وزارتي الدفاع والداخلية وبقية المؤسسات الأمنية القرار يشبل حملة البكالوريوس والماجستير والدكتورة وتم بالتنسيق مع وزارة المالية عبر لجنة متخصصة تتولى النظر في طلبات جميع المنتسبين الذين يحملون الشهادات العليا وأطلقت اللجنة لهذا الغرض مجموعة من الاستمارات الإلكترونية لغرض حصر الأعداد ومجموع الشهادات أطلقنا العدد 2225 منتسب تم تحويلهم من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية أما الأسبوع الحالي اليوم صدر الأمر الوزاري الثاني بتحويل المجموعة الثانية أو الوجبة الثانية كان عددهم 1601 وبذلك يكون مجموع عدد العسكريين الذين تم تحويلهم من الصفة العسكرية إلى الصفة المدنية 3826 منتسب واجهت عملية التحويل مشكلة الشهادات المؤشرة وغير المؤشرة إذ يشمل التحويل من أشر شهادته لدى الجهات المعنية وهو ما أقصى مجموعات كبيرة من الراغبين بالتحويل إلى الصفة المدنية تظاهر البعض منهم مطالبين بالمساواة مع أقرانهم نحن أبناءكم راجي منكم شموننا في التحويل أسوة من أخواننا وإصدار الملحق جيم وأفرحوا قلوبنا مع اقتراب عيد الجيش العراق الأغار نطلب من أخواننا المقاتلين الذين لديهم شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتورا أن يتابعون عملية تأشير شهاداتهم عن طريق وحداتهم وسلسلة المراجع وإيصالها إلى مدرية التدريب العسكري لغرب تأشيرها هذا التحويل يعطي فرصة لحملة الشهادات في الوزارات الأمنية للانتقال إلى الوزارات المدنية شريطة الحصول على كتاب عدم ممانعة من قبل المؤسسات أو الوزارات المدنية المنوي الانتقال إليها القرار لا يضيف أي أعباء مالية على وزارة المالية فمهمتها ستنحصر بنقل قيود المحاولين من وزارة إلى أخرى مع مرتباتهم الإسمية ومخصصاتهم الإضافية لبرنامج بالعراقي يوسف الحسيني الحرة أربيل للحديث أكثر يشاركنا الحوار من بغداد الناطق باسم وزارة الداخلية لواء خالد لمحنة والسيد علي تميمي الخبير القانوني ضيفي الكريمين أهلا وسهلا بكما في برنامج بالعراقي وكل عام وأنتم بألف خير لواء خالد لمحنة وين وصلت الإجراءات في تحويل الكوادر إلى كوادر مدنية أو في السلك المدني نعم تحياتي لحضرتك أستاذ علي وإلى جمهورنا الكريم وإلى ضيوفك الكرام طبعا أهلا وسهلا وأحنا بهذه المناسبة مناسبة احتفالات شعبنا بأعياد رأس السنة الميلادية نتقدم بالتهنية والتبريكات إلى كافة أبناء شعبنا العراقي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون السنة الجديدة والعام القادم سنة خير ومحبة وأمن وأمان وبركة على جميع أفراد الشعب العراقي بالنسبة لموضوع التحويل من السلك العسكري إلى الملاك المدني هذا كان هاجس لدى العديد من منتسبي وزارة الداخلية ممن حصلوا على شهادات جامعية أولية وشهادات عليا بتخصصات مختلفة وسبق هو أن وعد السيد وزير الداخلية أبناء الخريجين بأنه سيتم تحويلهم من الملاك العسكري إلى الملاك المدني بغية الاستفادة من هذه التخصصات التي حصلوا عليها وفعلا يعني في الفترة الماضية كانت هناك جهود كبيرة قطعتها وزارة الداخلية على سبيل حصر وجرد كل هذه الأعداد والتثبت من الوثائق المطلوبة وكانت هناك مفاتحات ولقاءات واجتماعات مستمرة مع الأخوة في وزارة المالية تكللت كل هذه الجهود بالنجاح وفعلا تم تحويل 17906 الحد الآن من الملاك العسكري إلى الملاك المدني بالدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي الذي تبقى ما معلوم الآن لكن أكو جهود حثيثة على يعني شمول البقية لأنه كثير من الأخوة أبنائنا المنتسبين لمن اجي يعني أغلبهم يجمع على أنه لم يكن يصدق أنه هذه القضية ممكن أن تتحقق ولذلك يعني لأنه سبقتها محاولات كثيرة وفترات طويلة من المطالبات وهذه القضية فكثير منهم لم يكن مصدق هذه القضية لذلك لم يقدموا أوراقهم طبعا بالمناسبة السيد وزير الداخلية أوعز إلى أن تكون هناك نافذة الكترونية وهذا موضوع مهم جدا حتى نختصر الروتين وبنفس الوقت يعني يكون الاتصال مباشر من قبل المنتسب إلى وزارة الداخلية ولذلك من خلال هذه النافذة الكترونية قدرنا نجمع هذه الأعداد هكو ناس يقولون أنه ما لحقوا يملون الاستمارة وأكو مشاكل عندهم بلله ما لحقوا ذنبهم أو ما لحقوا لأسباب تقنية يطالبون الوزارة أنه تتمدد هذه الفترة البعض يريد 72 ساعة يريد أكثر يريد أقل حتى يمكن لكم مظاهرة باتشر أمام وزارة الداخلية حسب ما عرفنا بعض المصادر على وسائل التواصل الوزارة ما موقفها تجاه الناس التي تقول مددونا أو رجع فتحونا ياها البطاقة الإلكترونية لا هو نعم هناك جهود حقيقية جهود حقيقية لوزارة الداخلية لدراسة هذا الموضوع ومفاتحة وزارة المالية بشمول البقية سواء أكو مظاهرات أو غير مظاهرات هذه القرارات وهذه الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية ليست بناء على تظاهرات لا سيد وزير الداخلية أوعد أبناء ووف وعده وكذلك كل الكادر الإداري وكانت جهود كبيرة جدا الآن العمل ما زال جاري وهناك مفاتحات وإجراءات إن شاء الله تتكلل بالنجاح في الفترة القادمة من أجل شمول بقية المنتسبين اللي لسبب أو لآخر ما قدم على النافذة الإلكترونية لذلك أنا أعتقد إن شاء الله راح يكون هناك شمول لهذه الفئة طيب سيد علي التميمي أهلا وسهلا بيك وكل عام أنتم خير وسنة سعيدة عليك إن شاء الله أريد أسأل من وجهة نظركم القانونية شون تقرؤون إتمام عملية تحويل المنتسبين في الداخلية والدفاع من حملة شهادات إلى السلك المدني وشون التبعات القانونية التي تترتب على هي قرار نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحييك أخي العزيز وضيفك الكريم وسادة المشاهدين وكل عام وأنتم بخير وأعاده الله إن شاء الله على العراق باليمن والخير والسلام والبركات طبعا هذا الموضوع له أوليات يعني أتحدث لك وفق موازنة 2021 كان مشكلة في هذه الموازنة هي التي وربما أعاقت وزارة الدفاع والداخلية عن التنفيذ المبكر لأنه في هذه الموازنة طبعا وأنا التقيت بعدد من النواب في برامج وشرحوا هذا الموضوع إنه تعرف جنابك الموازنة قانون تأتي من وزارة المالية ثم بعد ذلك مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان وفق قانون الإدارة المالية والدين العام هذه طبعا الفقرة لم تكن مضافة من قبل الحكومة هذا مهم أستاذ علي إنه ما جدت من الحكومة ما جدت من وزارة المالية وإنما أضيفت في داخل البرلمان شوف هذه النقطة لهذا التلك الذي حصل أين أنه في الأساس وزارة المالية غير مخصصة غير عاملة لهذه الدرجات الوظيفية هنا الإشكال الذي أعاقل تنفيذ قسم منهم حتى نحن كمحامين يعني جاءونا لإقامة الدعاوة لكن عندما استفسرنا عن المشكلة وجدنا أنه المشكلة في الدرجات الوظيفية في وزارة المالية الأستاذ الأستاذ محنى ذكر ونقاض مهمة هذه الجهود طبعا المباركة من قبل وزارة الدفاع وزارة الداخلية تحسب لهم حقيقة لأنهم تعاملوا مع قانون يعني ما تعاملوا مع أنه جاء من البرلمان ولم يأتي من الحكومة تعاملوا مع قانون بالنتجة هذا التطبيق تطبيق إيجابي ربما تكون المعوقات التي ذكرها الأستاذ أنه فيما يتعلق بصحة الصدور بالكونية والتأشيرات في داخل الثقنات أو الوحدات العسكرية هذه مهمة جدا في سبيل أنه عندما تنقل على الملاك الدائم تنقل معه هذا سي في أو الكونية كما تسمى في المصطلحات العسكرية هذه الإجراءات ستكون مكملة وأعتقد أنه بادرة الانفراج بدأت تلوح في الأفق يعني ما نحتاج أنه في قانون 2022 أن ينرس على ذلك لأنه بما أنه وزارة الدفاع والداخل أستاذ علي أعطت قسم منهم هذا الفرج وهذا الجوال فهي ملزمة قانون بإكمال هذه الإجراءات تمدت بالتأكيد فهذه طبعا المشكلة كانت كبيرة حقيقة لاتحدثنا عنها في قناتكم في برنامج آخر وبحثنا عن أساس المشكلة التي كانت في الموازنة أصلا في الموازنة لأن تعرف جنابك حتى يوجد قرار للبحث الانتحادي أستاذ علي كل قانون بجنب لا يجب أن يأتي بالحكومة لا يمكن للبرمان أن يضيف لا حتى تلزمها حتى تلزم الحكومة بالصرف وتكون هي مقدمة بالبداية حتى تستطيع تلزمها أن تستطيع تحاسبها بالتالي إذا صرفت كل ما صرفت طيب خليني أسمع من السيد اللواء خادر محمد السيد اللواء هذه النقطة نقطة الشهادات المؤشرة وغير مؤشرة والآلية التي استمعنا لها ضيفنا بالفقرة الأولى التي تتبعها وزارة الدفاع هل هي نفس الآلية بالنسبة للوزارة الداخلية وهل عدتكم مشاكل في بعض الشهادات الغير مؤشرة هو بصراحة لا أعرف ما النظام في وزارة الدفاع حتى أقارن وزارة الدفاع أنطت وجبات أذرنا سيدة اللواء وزارة الدفاع أنطت الوجبة الأولى والوجبة الثانية التي هي الشهادات المؤشرة والموثقة بالطريقة التي بادية من الوحدات وراجعة ومصادقة عليها من وزارة التعليم العالي والماء مؤشرة المفروض هسد يشتغلون عليها وزارة الداخلية كيف هو الوضع لا هو نحن بالنسبة في وزارة الداخلية كانت هناك نافذة إلكترونية كل شخص عنده شهادة بكالوريوس أو شهادة عليا ذكرها مع تقديم مرفقات ما يؤيد الدعاء وكان بعدها تدقيق بالنسبة للدوائر الموارد البشرية وكان هناك لذلك تشوف العدد كبير ومستوفي لكن بقى قسم من عدهم يعني اللي ملحق أو إلى سبب أو لآخر الآن هم ودي طالبون بشمولهم أسوة بأقرانهم وإن شاء الله يكون هذا الشيء في الأيام القادمة الموضوع اللي أريد أذكره أيضا اللي تم تحويلهم إلى الملاك المدني أغلبهم طبعا راح يبقون في مؤسساتهم ودوائرهم وتشكيلاتهم حتى تستفيد من تخصصاتهم لكن البعض قد مديريته ما تستفيد من تخصصه لذلك يتم نقله إلى الدواء الراسية مع المؤسسات الخدمية وراح تشكل لجنة متخصصة لدراسة هذا الموضوع أي كل شخص عنده شهادة راح يتم نقله إلى مكان ممكن يستفيد من تخصصه ومن شهادته في هذا الجانب شنو هي الجوانب اللي ممكن يبقون داخل الوزارة والجوانب الأخرى اللي راح يطلعون منها ندري نحن كل جنة حضرتك قلت بس هل هو الجميع داخل الوزارة لكن البعض مثلا على سبيل المثال في قيادة الحدود قد قيادة الحدود تعتذر عن البعض يعني ما تاخذ كل الاختصاصات تاخذ مجموعة والبقية يحالون إلى دوائر أو حسب التخصص يعني القانون يروح إلى الدوائر القانونية زين سيادة اللواء هنا أنا أريد أسأل الناس هل هذا يعني أن الوزارة وزارة الداخلية ما راح تاخذ موظفين جدد يعني ما يكون تعينات جديدة راح يصير التنسيب من داخل المنتسبين الموجودين لا هو الحقيقة التنسيب والتطوع والتوظيف كلها مقرون بالموازنة الموازنة العامة الموازنة 21 ما كان فيها التعيين أو درجات وظيفية هذا الموضوع هو حصرا بالموازنة العام القادم هم راح يخلون شيء للتطوع للتعينات يعني نعم نعم لا يخص وزارة الداخلية هذا الموضوع طيب سيد علي موضوع ذكرت حضرتك هو موضوع أن الموضوع مجديد والموضوع مطروح من قبل هذا التأخير في أدراج الحكومة وإدراج البرلمان شنو أسباب من وجهة نظركم مداحتي بس على التأخير الذي يأتي بالفترة الأخيرة بالموازنة هذا الموضوع مرتبط سنوات سابقة صح أو لا صحيح صحيح هو الإشكالية برأيي في العراق هي ليست فقط إشكالية المنتسبين في وزارة المدنيين طبعا في وزارة الداخلية والدفاع المشكلة كل الخريجين يعني النظام التعيين اللي محتبت في العراق أستاذنا يرتبط بجبة مهمة تعرفها جنابك أنه شنو النظام الاقتصادي في العراق هل هو نظام اشتراكي هل هو نظام اقتصاد السوق اقتصاد الحر اسمالي يعني الهلامي غير واضح الملامح رغم أنه لأنه أنت من تجي للدستور العراقي يقول لك النظام الاقتصادي في العراق رأي اسمالي اقتصاد السوق اقتصاد الحور طيب يا اخي اذا اقتصاد السوق وين الكهرباء وين القطاعات الخاصة وين المصانع الخاصة وين رؤوس الاموال الخاصة وشنو الاشكالية اللي سوها هذا النظام الاقتصادي الهلامي أنه خلانا بحيث الدولة تدعم وتعين وكلها تذهب إلى الوظيفة ولا هو النظام رأي اسمالي وبحيث الاوليات يتوفر بحيث اقتصاد السوق ورؤوس الاموال من الممكن الاستثمارات حتى وهذا ايضا غير موجود وهذا هو اساس المشكلة في البلد أنه التعينات ما ممكن الكل تذهب إلى التعينات وين تعدك القطاع الخاص معطل ما ممكن انتهى إلى متى تبقى تعين بهذه الطريقة لا تحدث طبعا عن هذا الموضوع حتى ما تحسب عليه استاذ علي لا تحدث عن موضوع تحكي على صورة عامة موضوع التعيين بالدولة ما هذا ليسا الناعي سأكون ناس تتغير عنوينهم الوظيفية أو تتغير عدك استاذ فضل فضل سيد علي سأضرب لك مثال آخر نحن خريج الثمانينات من كلية القانون سبعة واثمانين نحن كنا من نتخرج تروح حتى تخدم بالعسكرية سواء نحن خدمنا ضباط وجندين تجي تلقى تطالع لك تعين ومعين في هذه الوزارة هذا لا يوجد مشكلة عدد الكليات قليلة عندك عدد الكليات الأهلية عدد هائل خلينا حتى من نطلع من الموضوع وصلت الفكرة سيد علي وصلت الفكرة سيد علي عذرني موضوع نرجع نكمل ويا حضاراتكم بعد الفاصل الحديث مستمر بشأن ملف تحويل حملة الشهادات الجامعية في وزارتي الداخلية والدفاع من الملاك العسكري إلى المدني خليكم واقع أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراقي بيان عدد من الباحثين في الشأن السياسي أن قرار تحويل أصحاب أشهادات العليا من الملاك العسكري إلى المدني في وزارتي الداخلية والدفاع سيسهم في منح الكفاءات العلمية آفاق أوسع لخدمة المواطن الخطوة هو من أجل استحداث أو خلق شواغر في الدرجات الوظيفية واستقطاب يعني وتجنيد عسكريين جدد وكذلك من أجل ربما تخفيف العبء المالي باعتبار أنه التحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني سيقلل من رواتب المعنين بهذا الأمر هناك بعض التخصيصات المالية التي تحتسب لوزارتها الداخلية والدفاع تحديدا الخطورة في هذه الموضوع إذا ما تم تحويل هؤلاء إلى الملاك المدني أعتقد هذه النسبة سوف ترفع وبالتالي سوف يكون هناك وفرة مالية تستطيع وزارة المالية أن تستخدم هذه الوفرة المالية باتجاهات معينة ولربما تستطيع أن توفر فرص عمل أخرى أو درجات وظيفية أخرى هناك كفاءات كثيرة تحمل شائعة وهم في السلك العسكري عودتهم إلى مواقعهم المدنية طبعا رحضتهم فسحة من التحرر وفسحة من الإبداع بممارسة الاختصاص رقم واحد رقم اثنين تخفيض روايط فيهم أكس إيجابا عن مواجنة العامة ومواجنة وزارة الداخلية وباعتقد قرار جيد جدا الكثير استفاد منه واستفشروا خيرا وبالتالي قد يكون يحكي الصورة للداخلية على أنها ليست عسكرة هذه الوزارة هي وزارة خدمات بما أنه توفر الجانب الأمني للمواطني العراقيين وأيضا هناك خدمات أخرى غير الجانب الأمني أعتقد ربما قد تحتمد على استراتيجية جديدة وزارة الداخلية في تلوين منتسبيها من تخصصات ليس فقط حصرا على العسكرية والأمن وهناك أيضا مهام أخرى قد يحتاجها المواطن العراقي تحقيقا لمبدأ ممارسة الاختصاص أولا باعتبار أنه من عينه منتسبا في هاتين الوزارتين لا يمارس اختصاصه وبالتالي هذه فرصة للراغبين طبعا منهم بالتوظف أو القيام بأعمال مدنية من أجل أولا أن يمارسون اختصاصهم وثانيا من أجل أن تسد الشاغر المطلوب للأعمال الإدارية والمالية وغيرها من الأمور الإدارية للترحيب بضيفي الكريمين الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد لمحنة وسيد علي التميمي الخبير القانوني أهلا وسهلا بكم ضيفي الكريمين أروح لسيارة اللواء خالد سيارة اللواء استمعت لوجهة النظر التي استمعنا لها من قبل الخبراء أريد أسأل بالموضوع المالي الاستحقاقات المالية هل سيصبح تقليل رواتبهم التي تحولون للجانب المدني بدلات الخطورة ستتأثر لولا أسأل هل هذه التغييرات ستتولد أي فائض في موازنة وزارة الداخلية لا الحقيقة لا توجد فروقات كبيرة ممكن توظف بها أو غيرها لأنه التحويل تم بالدرجة والتخصص وكان هناك عمل وحساب الخدمة السنوات الخدمة والعنوان الوظيفي ونوع التخصص لذلك القرارات جاءت كل من واختصاصه وعنوانه الوظيفي وخدمته وكلها درجات متقدمة ما حسب الموظف موظف مدني بتعيين جديد درجة سادسة ودرجة سابعة وإنما أعطيه درجات متقدمة في العمل الوظيفي نعم سيد علي تعليقك لذلك لا توجد فروق كبيرة نعم نعم سيد علي تفضل وهو هذا الصحيح أستاذنا طبعا نعم هذا هو الصحيح أنا أتفق مع وجهات النظر التي طرحت على أنه المؤسسات العسكرية الموجودة لدينا هي لم تعد كما كانت سابقا بطبيعة عسكرية صرفة وإنما هي يطغى عليها الجنبة أو المؤسساتية الجديدة المتطورة العالمية وهذا طبعا خطوة إيجابية والله بالاتجاه الصحيح أستاذ مثلا أضرب لك مثاليا في تركيا وفي القاهرة وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية المؤسسات العسكرية تحولت إلى مؤسسات إنتاجية يعني بدلا ما هي تستورد الأشياء التي تحتاجها هي في داخل هذه المؤسسات تحولت إلى مؤسسات إنتاجية استغنت عن الاستيراد بالعكسية بدأت في التصدير مثلا في تركيا معروفة في القاهرة في الولايات المتحدة الأمريكية فحقيقة هذا الشيء مفرح أن تجد أنه المؤسسات العسكرية بالعراق وزارة الدفاع والداخلية ليس مجابلة أنه بدأت تتحول إلى يعني الصبغة المؤسساتية العالمية أنها مؤسسة علمية مؤسسة تكنولوجية متطورة ليست كلاسيكية كما هو متعارف عليه ونتمنى نتمنى طبعا أنه تتحول هذه المؤسسات إلى مؤسسات انتاجية ذاتية تمول ذاتي بحيث حتى تستغني عن الاستيراد وهذا يأتي استاذ علي رويدا رويدا لا يمكن أن يكون بضغطة زر هذه بدايات طيبة حقيقة ومسألة نقل المدنيين وبالبداية هم احتضرهم وهم عينهم وهي أيضا تحسب ثم نقلهم إلى وزارات مدنية هذه كلها أمور إيجابية حقيقة أشد أنا على أيدي هاتين الوزارتين الدفاع والداخلية بهذه الإجراءات الطيبة النبيلة التي يعني بها النزعة الإنسانية كبيرة سيدة اللواء أيضا أريد أسأل وزارة الدفاع خلت باب التقديم مفتوح أمام طلبات التحويل ليش وزارة الداخلية حددت الطلبات فترة زمنية على النافذة الإلكترونية نعم هو طبعا مؤكدا يعني إحنا كنا في نهاية سنة مالية لذلك أعطي الموضوع فترة معينة شهر وكانت الفترة جدا كافية للجميع أن يقدمون وفعلا انتهت التقديم الطلبات قبل انتهاء السقف الزمني اللي بقوا أغلبهم واللي كانوا يعني اللي التقين بيهم ما كانوا مصدق هذا الموضوع لا سيما وأنه مرت سنوات على هذا الموضوع والمطالبات والمفاتحات وغيرها لكن من شاف وأنه القضية فعلا صارت حقيقة وصدرت جداول وصدرت قوائم يعني جوي وهم نادمين على أنه ما استغلوا هذا الموضوع وقدموا أوراقهم لكن مثل ما ذكرت لك أنه حقيقة يعني الآن العمل جاري وبشكل كبير من أجل شمول هؤلاء يعني أسوة بأقرانهم طيب سيد علي التميمي أريد أسألك هنا نحن نعد بالحلقة أقرأ اللجنة التي شكلت لمتابعة تحويل أصحاب الشهادات العليا من العسكري إلى مدني اشترطت أن يكون المنتسب من أصحاب الشهادات العليا قد أكمل الدراسة قبل الدخول إلى السلك العسكري في حين قانون الموازنة لم يكن يحكي على قبل وبعد قبل الدخول أو بعد الدخول يعني من الصح صحيح والله يا أستاذ أنا أميل عادة تعرفني في أطروحات إلى يعني الجنبة الإنسانية وجنبة الخير لكن سأفسر لك النص هو هنا بما أنه الموازنة جاء النص مطلق والمطلق يجري على أطلاقه ما لم يأتي شيء يقيده طبعا فقانون الموازنة صريح وواضح وهم الوزارتين اللجأوا إلى قانون الموازنة هذا أولا يعني هم يتقيادون بالنص لكن تبقى عندهم قضية مهمة هم هاي أمور داخلية تتعلق مثلا بالدرجات الوظيفية بالتنسيق بينهم بين وزارة المالية يعني مثلا إذا هو عنده دكتورة أو عنده ماجستير وعنده باكالوريوس وعنده دبلوم أي لمن تكون الأولوية ابتداء وبالتأكيد سيقدم الشهادات العليا كتحصيل حاصل ليس من باب يعني المفاضلة وإنما من باب الأولوية الأولوية فأعتقد أنه يعني شمول الباقي شمول مثل باكالوريوس أو الدبلوم هي مسألة وقت وأعتقد أيضا أستاذنا أنه لن تفوت الحكومة العراقية في موازنة 2022 هذه النقطة في النص عليها صراحة لأنه هنا الوفرة يعني وفرة الدرجات الوظيفية لدى وزارة المالية هي متجددة كل سنة عندك خروج للمتقاعدين عندك فائض عندك درجات تستحدث هاي اللي يسموها الدوارة لهذا يعني رغم أنه النص جاء مطلاق لكن هما بما أنه شكلوا لجان فهاي الأولوية تكون مثلا للخدمة يعني كل أخ اللي قبل قليل كان يتحدث سيد علي نقطة مهمة ذكر أنه عندك مصطعة سنة هنا يطبق عليه قانون التقاعد لقانون التقاعد الصريح إذا كان مصطعة سنة وعمره 45 يشمل بالتقاعد فهو حتى قسم منهم ممكن يعني يحصل على التقاعد الخدمة تسعفة لهذا هاي الأولويات وهذا التصنيف هم أحد يدون من خلال هذه اللجان طبعا بالاستناد للنص القانوني وأعتقد أنه العدالة هي موجودة في هذا الوضع طيب سيادة اللواء أيضا نقطة هل يؤثر هذا التحويل على الجانب الأمني أو كيف ينعكس حتى من نريد أن يؤثر بالضرورة بصورة سلبية شون ينعكس هذا التغيير على الجانب الأمني واستعدادات الداخلية في جوانبها الأمنية نعم هو الحقيقة لا يخفى البعض من القادة والآمرين شك إلا أنه راح تكون هناك بعض المشاكل بخصوص الموجود القوة القتالية لا سيما الحدود الشرطة الاتحادية غيرها لكن الإرادة كانت مثل ما تفضل الأخ العزيز القانوني أنه اليوم مزارة الداخلية جهة وفق تعريفاتها مؤسسة مدنية شرطوية تتعامل بالملف الأمني وكذلك هناك ملف الخدمات وهو ملف مهم جدا الدوائر المرور دوائر الجنسية والدوائر الدفاع المدني وكثير من الدوائر ممكن يعملون بها أصحاب التخصصات وممكن تستفيد وزارة الداخلية من العديد من التخصصات لا سيما في المؤسسات التي تخدم المواطن بشكل مباشر هل هناك من برامج سيادة تخصص لتدريب تأهيل هذه الكوادر بانتقالها إلى الجانب المدني داخل الوزارة لا لا والحقيقة أغلبهم لديهم الخبرات ولديهم التدريب ولديهم كل الخبرات اللازمة هو من كان في السلك العسكري أكيد داخل دورات وكثير من الجوانب مكملة يعني الوظيفة ستكون مكملة بالضبط سيكون هناك تحويل حسب الاختصاص الاختصاص الحاسبات ممكن تستفيد من الدوار المعنية بهذا الموضوع وهكذا بالنسبة للقانون بالنسبة للإعلام بالنسبة لدوار المحاسبة وغيرها طيب سيد علي أيضا انتهت السنة مالية جديدة وبعدنا موازنة جديدة نحتاج وقوانين ربما تتغير شون ممكن متابعة هذا التحول وانتقلت بالإجابة الأولى جزء من هذا جواب عن هذا السؤال شون يمكن متابعة هذا التحول بالمرحلة القادمة يمكن الاستفادة بصورة أكثر من هكذا نوع من القرارات والله هي قرارات مهمة وبداية خير بالنسبة لأن عندك العقود وعندك العاملين بإجور اليومية ثم حتى وزارة الدفاع والداخلية طبعا كما ذكر سيادة اللواء أنه عندك البدائل عندما ستتحول هذه الدرجات يعني هو أيضا يحتاج إلى بدائل فهما ربما التأنعتهم يعني أقصد الوزارتين التأنعتهم في النقل أو في التحويل أنه يحتاج يجد بدائل لأنه ربما عنده اختصاصات مثلا الحاسبات أو أندسة أو يعني اختصاصات تحتاج من يشغلها حتى ما يعرق العمل هو ربما أيضا يتأنى بهذا الاتجاه يعني أعتقد لكن مسألة التعينات وحل الإشكاليات في التعينات قالوا للموازنة القادمة نعول عليه كثيرا جدا في أنه يحلم يعني الكثير من الإجورة اليومية هذا القرار 315 العقود بعض الوزارات المحاضرين يعني هاي أستاذ علي تحتاج حقيقة إلى حل يعني ماذا مسألة المحاضرين يعني المحاضرين يحاضر شهر كامل بـ 225 ألف ربما تقول لي هذا ليس موضوع لا أستاذ علي هذا موضوع مهم هذه جوانب إنسانية مرتبطة بعضها بالبعض الآخر يعني أنت محاضر يأخذ لأستاذ علي 225 ألف دينار في الشهر ويوميا هو رايح راد للمدرسة ويأتي 225 كيف يعني يعني هذه الجوانب الإنسانية إذا لم تجدها في القوانين أين تجدها يا أستاذ علي ما هو الموزن العالم كلامك كلامك مضبوط يعني سيد علي تمام أنا من قلت موضوعنا أنا أريد بس أركز على شيء لكن كلام حضرتك هو الجزء لا يتجزأ بالتأكيد من حتى موضوعنا اليوم أشكرك للتنويه على هذا الأمر مرة أخرى لكن أريد أروح أيضا لسيد الواء موضوع تطوير الأداء الأمني من خلال العمل الغير الأمني يعني داخل المؤسسة في جهود تدخل في صلب الجهد الأمني شون تستفيدون منها أيضا صح نعم هو الحقيقة الآن في أغلب دول العالم بدأت التقنيات تأخذ ما أخذها يعني كالآن في كل جوانب العمل الأمني التخصصات والتقنيات مطلوبة بشكل كبير ولعل التقنيات تعمل أكثر وتعطي إنتاج أكثر من العنصر البشري في بعض الأحيان يعني عندنا الكاميرات عندنا القضايا التقنية الاتصالات في موضوع العمل الأمني يعني أثبتت هذه التقنيات نجاحات كبيرة في أغلب أجهزة الشرطة في العالم لذلك الآن بصدد بناء منظومة نعتمد عليها في إدارة التقنيات وتطويرها و يعني إدخال المنتسبين عليها نعم يعني سمعتك مرتين قلت صح سيد علي إذا تحب تعلق أعلق لسيادة اللواء مهم جدا يعني هم أعلق لسيادة اللواء يعني مسألة التقنية والكشف الجرائم والكاميرات حقيقة هناك تحول استاذ علي احنا في بغداد يعني يعني الأجهزة الأمنية تشكر على الجهود التي تبذلها يعني في كل شارع خصوصا في المناسبات مثلا رأس السنة شاهدنا يعني كصحفي قبل ما أكون متخصص بالقانون يعني في كل شارع يوجد شرطة في سيارات شرطة كاميرات هذا التطور ما الذي أحدثه في البلد استاذ علي هذا أحدث قضاء على الجريمة يعني لا أقول لك ضعفة الجريمة في البلد تلاشت يعني العمليات اللي رعبية الدنيا شهدها هي على الجبال في المناطق الصحراوية يعني داخل المدن الحمد لله أنت تستطيع الناس تحررت من الخوف تحررت من الرعب هو أخطر شيء في الجريمة أن أنت تخشى من شيء متوقع أن يحصل لك في علم الجريمة لكن أنت الآن الأسواق المولات التجمعات هذا كله يعود الفضل للأجهزة الأمنية حقيقة وشهادتي مجروحة في هذا الجانب يعني أرى أنه العراق بدأ الجهد الاستخباري الجهد الأمن اللي كثيرا ما تحدث عنه نجح وتغلب على الجريمة وتغلب على الإرهاب والحمد لله الأمن والأمان دائما للمشاهدين في كل مكان وفي العراق بصورة خاصة كانت أولى حلقات هذا العام وياكم ضيفي الكريمين أشكركم جزيل الشكر على افتتاح 2022 بهذه الحلقة وكل هذه المعلومات ضيفي الكريمين أشكر ضيفي من بغداد الناطق باسم وزارة الداخلية اللي وأخال المحنة ومن بغداد أيضا الخبير القانوني السيد علي التميمي جزيل الشكر لكم على هذه المشاركة وشكر ووصول لكم سادة المشاهدين على طيب المتابعة مرة أخرى كل عام والجميع بألف ألف خير وسنة سعيدة نلتقيكم إن شاء الله باتشر حلقة جديدة من برنامجكم بالعراقي لا تنسون تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله وحمد اشتركوا في القناة